بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم الدرس الحدي عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء يبلغون علمهم للناس كما حملوه نقيا من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد أيها المستمع الكريم إن الله تعالى عظم شأن العلماء العاملين فقال سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر والنصوص في هذا المعنى كثيرة مشهورة فيها الحث على تعلم العلم الناذع لأنه لا يصلح أمر الدنيا والآخرة إلا به ولهذا أمر الله بتعلم العلم قبل القول والعمل كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل وأورد هذه الآية فيحرم الخوض في مسائل الدين ومسائل الحلال والحرام بدون علم لأن ذلك من القول على الله بلا علم وقد حرمه الله أشد التحريم قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لذلك أمر الله سبحانه من ليس عنده علم أن يسأل العلماء ويراجعهم فيما أشكل عليه ضمانا لسلامته من الخطأ والضلال قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم أفتوا بغير علم وقال ألا سألوا إذا لم يعلموا ويلزم الجهال أن يتعلموا من العلماء وتعلموا العلم على نوعين النوع الأول فرض على الأعيان لا يُعذر أحد بتركه وهو تعلم ما يستقيم به دينه وتصلح به عقيدته من معرفة عقيدة التوحيد ومعرفة ما يضادها أو يخل بها من الأمور الشركية والبدعية ليتجنبها ومعرفة أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج فتعلم هذه الأمور أمر واجب على الأعيان لا يُعذر أحد بجهالته النوع الثاني ما زاد عما ذكر كأحكام الشريعة في المعاملات والمواريث والأنكحة والجنايات وأحكام القضاء فهذا تعلمه واجب على الكفاية إذا قام به من يكفي لحاجة المسلمين سقط الإثم عن الباقين فما كل الناس يتسنى له تعلم ذلك قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون والعلم بنوعيه العيني والكفائي إنما يتلقى عن العلماء الثقات الذين حملوه بأمانة قال صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وقال صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء فكما أن العلم يتلقى عن الأنبياء وحدهم في حياتهم فكذلك يتلقى عن العلماء وحدهم لأنهم ورثة الأنبياء وخلفاؤهم فيه ولا تخل الأرض في كل زمان من قائم منهم لله بحجة يخلف النبي صلى الله عليه وسلم بتعليم العلم النافع وتبليغه للناس فيجب على الناس أن يتلقوا العلم منهم ويتقبلوا إرشاداتهم وتوجيهاتهم لكننا مع الأسف الشديد وفي هذا الزمان بالذات نرى كثيرا من الناس خصوصا من الشباب قد اعتزلوا العلماء الثقات وأخذوا يتعلمون على أيدي أناس جهال مثلهم لا يعرفون مدارك الأحكام وحدود الحلال والحرام أو يتعلمون على أيدي أناس لا يعرفون بالثقة والأصالة في العقيدة الصحيحة ولا شك أن هذا الصنيع فيه خطورة شديدة على الدين والمجتمع قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن علمائهم وكبرائهم وذوي أسنانهم فإذا أتاهم العلم عن صغارهم وسفهائهم فقد هلكوا فيا شباب المسلمين ويا طلبة العلم اتصلوا بعلمائكم وارتبطوا بهم وتلقوا العلم عنهم ارتبطوا بالعلماء الثقات المعروفين بسلامة المعتقد فخذوا عنهم العلم حتى تتصل السلسلة بنبيكم صلى الله عليه وسلم فما زال المسلمون يتلقون هذا العلم عن نبيهم بواسطة علمائهم جيلا بعد جيل ومن المتعلمين من يقتصر على مطالعة الكتب ولا يتصل بالعلماء لأنه يزعم أنه يستغني بتلك الكتب عن مراجعة العلماء وهذا خطأ عظيم ويترتب عليه خطر كبير لأن الكتب ما عدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها الخطأ والصواب وفيها الغث والسمين بل في بعضها الدس الخطير على الإسلام والمتعلم المبتدي لا يميز بينما تشتمل عليه تلك الكتب من الأمور النافعة والأمور الضارة بل ربما يكون الضار أعلق بذهنه فلا بد له من معلم بصير يفحص له هذه الكتب ليضع يده على ما فيها من صواب نافع ومن خطأ ظار ومن ثم كان علماء الإسلام يسافرون إلى الأقطار النائية ليلتقوا بالعلماء ويتلقوا عنهم العلم ولم يكتهوا بمطالعة الكتب وأخبارهم في ذلك طويلة ومن المتعلمين من ظهر علينا أخيرا يقول للمبتدئين لا ترجعوا إلى الكتب ولا تراجعوا العلماء بل اقرأوا القرآن واقرأوا الأحاديث وخذوا الأحكام منها رأسا ومن العجيب أنهم يقولون هذا وأغلبهم قد لا يحسن قراءة القرآن فضلا عن معرفة أسراره ومعانيه وهذا الصنف أخطر من الصنف الذي قبله لأنه لا يعرف قواعد الاستدلال ومناط الأحكام ونصوص القرآن والسنة فيهما المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين والخاص والعام والمطلق والمقيد والأحاديث فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع وعلاوة على ذلك فإن هناك أدلة غير هذين الأصلين فهناك الإجماع والقياس وغير ذلك مما هو مبسوط في موضعه وكل هذه الأمور لا يصل إلى معرفتها إلا الراسخون في العلم وهم خواص العلماء لا كل العلماء فكيف بهؤلاء المبتدئين إنه لا بد للمتعلم من كتاب ومن معلم فاتقوا الله يا معشر المتعلمين ولا تأتوا البيوت من ظهورها وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ويا علماء المسلمين خذوا بأيدي شبابكم ووجهوهم الوجهة الصالحة ولقنوهم العلم النافع ليسعد بهم مجتمعهم وتصلح بهم أمتهم وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه